سيما مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا فيك كيفما تعودتوا في كل يوم معنا أخبار وأحديث جديدة ومتنوعة اليوم بيش نحكيه على تطريق التحريض البرعومي على رئيس الجمهورية ويقول يا عالم يا منظمات يا دولية يا مجتمع دولية شو عبره رئيسنا يحبي نحي الدستور أقسم عليه شو فيك الدستور ليو حاضرين أنتم على مقاسكم اللي ترعشوا وميهتين اللي هو بيش يتغير شوف معاني تحت هذا اللي يقولكم رنيئنا ذات حركة النهضة وانصحبت منها لأنها هكا وهكا وهكا اليوم يحرض أصلا على رئيس الجمهورية ويطلب يعانى من الأجانب حذر محمد خليل البرعومي القيادي بحركة النهضة اللي كان مستقيل في بيليها وترعى رجع ومستقالش يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 من تواجه رئيس الجمهورية قاسة سعيد نحو إلغاء الدستور الحالي وتعويضه بدستور جديد وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ملامحا إلى أن النهضة لن تعترفة ولن تستسلم وكتب البرعومي تتعمل حاجة في تدوين نشر على صفحته بالفيسبوك يا عالم منظمات دولية يا منظمات حققية مجتمع دولي شعوبة راه رئيسنا المنتخبة ديمقراطيين يحب ينحي دستور أقسم عليه وعلى احترامه خايب ووقع تصويت عليه بالأغلبية في مجلس تأسيس منتخب ديمقراطيين يعمل لنا دستور تحوون من طرف لجنة معينة ويعيد الاستفتاء الشعبي في ظل خنق كل شريين الحياة السياسية والحزبية ووصم الخصومة والمعارضين هبلتوا عدد انتوما عدد دستوري هذا الجديد بش يوفق عليه الشعب استفتاء شعبي مش كما الدستور اللولين اللي عملتوه انتوما على قيسكم ولهبلين وميتين حايفين لتنحى هديك تقعد منكم من رب العالمين احنا بش نوفق على الدستور الجديد وماذا بينا الدستور الاقديم يتمحى نهائيا وكان وليد الحجم مستشار رئيس الجمهورية قد اعلن يوم امس ان قيس سعيد اتجه نحي تغيير نظام الحكم شددا على ان الدستور اصبح يمثل عائقة وعلى ان ذلك يفترض تعليقه ما تنسي وش لايك اشتراك وتفعيل الجرس باي باي